تواصل الصوامع واشوان استلام محصول القمح لهذا الموسم من المزارعين ذلك لمدة ثلاثة أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام هذا المحصول بجهود تنظيمية كبيرة ودقة عالية يتواصل موسم حصاد وتوريد القمح في معظم محافظات الجمهورية ففي بنسويف واصلت الصوامع واشوان استلام محصول القمح لموسم 2023 من المزارعين وذلك لمدة ثلاثة أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح حيث تقوم اللجنة بفرض الأقماح الواردة وإعطاء درجة النقاوة الحمد لله نحن في بداية استلام الأمح من المزارعين المصريين والحمد لله نقدر نوفر تمن المحصول الأمح السنة دي خلال 48 ساعة والحمد لله نحن في موسم 2023 موسم مبشر بالخير إن شاء الله المصر كلها بإذن الله واستعداداً لهذا الحدث الهام شكلت مديرية تموين بانسويف غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة وبالاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لضمان جاهزية كافة مواقع الاستلام ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام داخل المحافظة مائة وستة وعشين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين فداناً بمستهدف توريد مائتين وسبعة وعشين ألف طن هذا الموسم وكان المزارعون قد حضروا ندوات إرشادية تم تنظيمها لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان وتوعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشوان اهتمام جميل جداً بزراعة وإنتاج الأمح على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة بن سويف نحن الحمد لله رب العالمين زرعين السنة ده حوالي 126 ألف فدان إن شاء الله عندنا شوان وصوامع من توزع توزيع جغرافي على مستوى المحافظة بصورة جيدة وتحظى عملية تداول الأقماح بمتابعة كبيرة ومرور ميداني مستمر للسيطرة وإحكام الرقابة عليها ومنع خروج المحصول خارج نطاق المحافظة ومنع تداوله بشكل غير قانوني هي إذن جهود كبيرة تبذلها الدولة لضمان توريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع المحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي اشتركوا في القناة